أهلا بكم مشاهدين مرة تانية وبقية فقراتنا في نهارك سعيد ويمكن ضفنا في الفقرة دي مش مصري هو موجود في مصر أساسا في إطار فعاليات المعرض القاهرة الدولي للكتاب فكلامنا كان هيبقى معايا للشعر الأولى الأحداث الحالية هيكون مشرفنا أستاذ موسى حامدق الشعر الفلسطيني سبع الخير صباح النور كنت أتمنى نتناقش في الشعر لكن في حداد ثلاثة أيام في مصر وأتمنى أن المشاهدين ما يزعلوش من أننا ممكن أكون احتداد سنة لكن أنا بسأل التساؤلات اللي بحط نفسي مكان المشاهد في البيت وأحاول أسأل التساؤلات اللي الناس كلها بتسألها علشان برضو ما يتقالش أننا متحايزين اتجاه حد عن الآخر راح نتكلم عايزين الخير لبلدنا في الآخر وعايزين الجزاء العادل لكل من يجرم في حق الشعب المصري لازم التنويه يعني لازم برضو نوضح موقفنا أستاذ موسى حضرتك شايف اللي حصل إمبارح إزاي في أستاذ بورس عيد وحرق أستاذ قاهرة راح داك شايف الأحداث إزاي أولا نسمح لي بعد صباح الخير نتقدم بتعزي إلى أهالي الشهداء بشكل شخصي يعني وبعد ذلك إلى الشعب المصري بشكل عام طبعا أنا شعوري من لما سمعت الخبر نفس شعوري لما سمعت عن مذبحة صبر وشتيل ومذبحة جنين أو تدمير غزة للأسف الشديد يعني حداث كثير مؤلمة يعني جدا مؤلمة حضرتك شفت المشهد إزاي يعني مباراة كورة تحولت إلى هذا الشكل هم مشجعين أبرياء يحصل لهم كده وعدد من الشهداء حضرتك شايف الوضع دا التقصير جاي مني أو المشكلة حصلت مني يعني مستحيل في أي أحداث شغب في الملاعب أنها تؤدي إلى مثل هذه المجزرة أنا شايف إنها مجزرة يعني يعني مجزرة حقيقية بكل معنى الكلمة يعني الأحداث الشغب بتصير في كل ملاعب من إنجلترا إلى أي دولة عربية يعني ثانية بس بهذا الشكل أنا أظن أنه فيه هدف يعني لقتل الثورة يعني لقتل الثورة وإحباط الشعب المصري وبالمناسبة يعني أنا خليني أحكي إذا الشعب المصري والمواطن المصري شايف أنه ما يجري في مصر بعد 25 يناير هو شأن محلي من أجل الديمقراطية أو تغيير نظام الحكم فبالعكس إحنا شايفينها يعني آمالنا ازدادت كثيرا على الأحداث في مصر يعني علقنا آمال كبيرة آمال إنسانية وأمال حتى بالنسبة إلى فلسطين رأينا أن فلسطين صارت أقرب بعد ثورة 25 يناير فهذه بتخلي المسؤولية مضاعفة وأكبر على مصر لأنه مصر بتغير العالم العربي مش مجامل يعني مصر الثقل والمركز للعالم العربي وتحولت في السنوات الأخيرة قبل الثورة إلى تابع لبعض السياسات حتى الدول العربية البسيطة والضعيفة فإحنا آمالنا كبيرة بعد 25 يناير آمالنا كبيرة نحو فلسطين نحو التغيير الحقيقي في العالم العربي كله فاللي بصير رغم حزننا وألمنا عليه إلا أنه طبعا لازم يكون متوقع كردات فعل لأنه أي زلزال كبير يصير في العالم لازم تصير فيه زلازل أيضا غير مرئية وما يحدث هو كردات فعل ربما قوى النظام السابق ربما جهات خارجية لها مصلحة في تدمير البلد وفي تدمير مصر وإعاقة عجلة التقدم وإعاقة المسيرة الديمقراطية لأنه التغيير الحقيقي في مصر سيؤدي إلى تغيير في العالم العربي كله وهناك في العالم العربي دول مؤكد أن ليس لها مصلحة في أن الثورة المصرية تنجح لذلك يمكن أن تحدث مثل هذه الأحداث ويمكن أن تحدث أيضا أحداث أخرى مؤلمة كي يتم قتل إرادة الشعب المصري لكن أنا عندي أمل كبير أن الشعب المصري نهض ولن يعود إلى القمقر متأكد من ذلك طب حضرتك بتقيم في الأردن حاليا ومعروف أنه في تحذبات هناك وتعصبات شريدة هل ممكن التعصبات لو افترضنا مثلا أنه السبب هو التعصب مثلا هنقول من جزء من الجمهور في النادي المصري أو جمهور ألتجس المصري هل ممكن يكون ده جزء من التعصب ضد الجمهور الأهلية هل في الأردن ممكن يبقى فيه تعصب يصل إلى هذه الدرجة؟ ده فيه في الأردن مثلا نادي الوحدات كنادي من المخيم الوحدات الفلسطيني وبيلعب مع نادي الفيصل حتى اللاعبين اللي فيه فلسطينيين برضو بس يعني معتبر كاتجاه شرق أردني ولكن ما عدتش في يوم من الأيام إلى مثل هذا الأمر ليش؟ لأنه غالبية الناس فيه تسامح فيه قبول للآخر فيه تسامح مهما يكون يعني فيه شغب ملاعب ولكن لا يؤثر على الروح المعنوي للشعب بشكل عام أحداث كثيرة صارت وكان دائما قوات مكافحة الشغب أو الشرطة تدخل في الأحداث حتى قبل في السنة الماضية صارت أحداث وفيه جهات أعلنت أو حملت المسؤولية لقوات الدرك أن قوات الدرك هي التي تسببت في الأحداث يعني دفعت الجماهير باتجاه أنه تقتل بعضها يعني ويتساقط ناس عن المدرجات يعني يعني تم تحميل مسؤولية لقوات الدرك ولكن لا تؤدي الأمور إلى الكارثة التي حصلت يوم أمس يعني أنا حقيقة حينما أقول لك أنا شعرت أنه كأنه أرى مجزرة صبر وشتيل لأمامي مجزرة حقيقية أو مثل مذبح الجينين أو حتى مثل مذبح الدير ياسين يعني بصراحة إحنا كنا متعودين أنه الفلسطيني يقدم القرابين والشهداء من قبل العدو الإسرائيلي من قبل الجيش الإسرائيلي ولكن أن يقتل المصر المصري أو العربي العربي هذا شيء بالنسبة لي غير مقبول على الإطلاق يعني يخالف المنطق منطق الطبيعة يعني وليس فقط من ناحية سياسية كمنطق طبيعي يخالف الطبيعة ما جرى يوم أمس يعني شيء مؤلم حقيقة يعني ولكن الأمل أن لا يكون ذلك عائقا أمام إرادة التغيير التي انطلقت قبل عام في بصر طيب أستاذ موسى حضرت طبعا تجربتك الشعرية غنية جدا وكان آخرها ديوانك السابع موتى جرون السماء أعتقد أن احنا النهاردة يعني بنتكلم عن شهداء بنتكلم عن أمهات تكالة بنتكلم عن حداد لمدة ثلاثة يام في بلدنا حضرتك أعتقد موضوع الديوان مرتبط جدا بالأحداث بشكل يمكن غير مقصود هذا موضوع الديوان طبعا ارتبط في الموت لأن الموت أصبح بالنسبة للتاريخ الشخصي لي والتاريخ الفلسطيني أصبح الموت والاستشهاد شيء عادي جدا يعني يعني كشرب فنجال القهوة يعني الصباحي وحتى الذاكرة العربية تعودت أن الموت العربي هو موت فلسطيني يعني الفلسطيني هو القربان الذي يقدم على مذبح الحرية للشعب العربي حتى للإنساني كله كي لا نعود إلى ما قدنا عن أحداث ليلة أمس الدموية القاتلة المرعبة المخيفة الموت أصبح يعني هو الذاكرة الحقيقية للموت وخاصة أنه بعد فقدان الوطن حينما تفقد الأب والأم وتفقد الأجمل الأصدقاء يصبح الموت بالنسبة لك وجود يعني يصبح الوجود هو موت طبعا التحول الشعري اللي أصبح بعد 2003 بعد مجموعة سلالة الريح اكتشفت أن أغلب قصائد المجموعة كانت عن الموت فكانت المجموعة موت يجرون السماء التي صدرت طبعا في مصر في القاهرة طب حردك شايف يعني مش هنقول البقية ممكن نقول الشهداء طيب لكن شايف الشهداء بيمثلوا إيه في الربيع العربي والعرب هيقدمه يعني انت شايف أنه لسه محتاجين شهدتاني عشان نوصل للربيع العربي فعلا ولا الوضع هيوصل فين يعني أنا مش عارف ليش ثمن الحرية دايما العربي ثمن مضاعف وباهض ولازم يدفع الدم حتى يصل للحرية يعني أنا أبكي دما وألما على ما جرى ليس في مصر ليلة أمس ولكن ما جرى في سوريا نفس العدد تقريبا عدد الشهداء الذي سقط في مصر سقط يوم أمس في سوريا فهل مفروض أو مطلوب من العربي يعني كل دول العالم تتحرر بشكل سهل هل مطلوب من العربي أن يدفع دائما ثمن حريته أضعاف أضعاف ما يدفعه المخلوق العادي في الكون كله يعني لماذا يعني تجد الأحداث مجرد مسيرات تتحقق الناس مطالبها لكن لأنه نحن مستهدفون ونظرية حينما كان البعض يسخف نظرية المؤامرة لا المؤامرات موجودة وأصبحت المؤامرات حتى علنية على إرادة التغيير في العالم العربي والربيع العربي فرض أجندات جديدة أو خلى الدوائر الخارجية بدون تحديد إنهم يعيدوا نظر في أساليب عملهم في المنطقة لأنه أي تغيير في المنطقة يؤدي بالتالي إلى زوال إسرائيل فهناك قوة حريصة على إبقاء هذا الكيان الدخيل المزروع في جسد هذه الأمة قويا مسلحا ودائما منتصرا رغم أنه نحن نستطيع أن ننتصر بسهولة عليه بكل شيء يعني إذا كان هناك شاب فلسطيني من سوريا تسلل من الجولان ووصل إلى حيفا دون أن يراه الإسرائيليون يعني يمكن اختراق إسرائيل بسهولة وإسرائيل هزمت في الثلاثة السبعين لكن هناك منهم يحرصون على إضعاف العالم العربي وخاصة دول الطوق اللي هي محاددة إلى فلسطين اللي هي مصر ولبنان وسوريا والأردو طب حضرتك شايف روح الربيع العربي يعني في كل حتة في العالم العربي إيه المطلوب منها في الفترة اللي جاية علشان تقدر تاخد حرية طيبما أنه الحرب يعني تمن الحرية دم فهل المطلوب شهداء أكتر أما المطلوب إيه من الشعوب العربية طبعا إحنا لا نتمنى أن يكون مطلوب شهداء أكثر وأنه كل يوم أنا أقدم وجبة من الشهداء والقتلة للنظام بشار الأسد أو لأي نظام عربي آخر لكن المطلوب سواء يعني كان مطلوبا أو هي إرادة الشعب التي تحركت يجب أن لا تتوقف لأنه المارد خرج من القمكم ومن الصعب الآن إعادة المارد إلى القمكم ونتمنى طبعا تتم الأمور بدون نقطة دم واحدة يعني ولكن إذا كان ثمن الحرية هو الموت فلما لا يعني فلما لا إما الموت وإما الحرية في النهاية أما أن تعيش بين الكرامة وبين اللا كرامة أن تعيش في منطقة وسط منطقة رمادية لا أنت تعرف أنك في نظام ديكتاتوري شمولي أو في سجن ولا تعرف أنك إذا كنت قد تحررت نهائيا يجب أن تجرع كأسك كاملا لا عودة إلى الوراء على الإطلاق يعني مطلوب أيضا أن تستمر الثورة أن تستمر في مصر في سوريا في أي بلد عربي أن تستمر حتى يتم التغيير الحقيقي والنهائي لأنه كفى فسادا يعني كفى ظلما كفى قهرا لكل الشعوب العربية يعني مصر الآن أنت ربما من يعيش في مصر لا يرى ما يراه القادم رأيت في مصر أشياء كثيرة مؤلبة جدا يعني درجات الفقر وصلت إلى أبعد ما يمكن يعني البطالة الاقتصاد الفساد الذي كان مستشريا يعني لا عودة للوراء ولا يجوز أن تكون هناك عودة للوراء يعني الشعر الفلسطيني أستاذ موزحان ده نورتنا فندم أتمنى أن يتقابل في ظروف تكون أفضل وأحسن لنا ولمصريين وللفلسطينيين إن شاء الله إن شاء الله مشاهدين فقراتنا معك في نهارك سعيد مستمر بعد الفاصل على طول تابعهم شكرا